أعرف مع أنه يعني من حق أكتب أفكارك ما تحرقهاش لكن أنا عايز أعرف حتعمل إيه السنة دي؟ إيه الجديد عندك؟ بس لو حنتكلم على مبادرة حياة كريمة هي طبعاً المنك الزراعي له دور أساسي في مبادرة حياة كريمة لأنه إحنا موجودين في وسط أهلينا اللي في قرى حياة كريمة مبدئياً كده إحنا أصدرنا ثلاثة ونص بطاقة ميزة مدفوع مقدماً وهي 500 ألف كرت معشات في قرى ريف المصر أصدرنا ثلاثة من عشرة كرت ميزة طوارنا 282 فرق في قرى حياة كريمة في قرى حياة كريمة من إجمالي 466 فرق بما استهدن تطويرهم في قرى حياة كريمة نشرنا 548 مقد إيتي أم في قرى حياة كريمة قوافل بنك الزراعي المصري بتجوب قرى حياة كريمة بصفة مستمرة على مستوى جميع المحافظات ليه؟ علشان تدي منتج باب ريزق وهو التارجة قرى حياة كريمة باب ريزق اللي هو قرد بنقول دايماً قرد متنائي صغر بصورة الرقم القومي بإجراءات مبسطة جداً عشان تبتدي تعمل مرأة ريفية تعمل مشروعات دقنا 640 مليون جنيه في قرد باب ريزق الجميل بقى أن هم كانوا 65% منهم سيدات ودي حاجة كويسة جداً بالنسبة لنا عندنا 44 ألف عميل داخلوا استفادوا من القرد داوة في تعاون وصيخ مع مجلس القومي للمرأة علشان هم بيجيبوا راضيات ريفيات بيدربوا المواطنون بيبتدوا يتابعوا معهم المشروعات الجميل بقى لنسبة التعصر أل من 3 فنم في المنتج دا بالتحديد هي الستات كده بس الواحد ما يحبش تكلمها فحقيق لا دي حقيق تبقى حريصة على المشروعها هيكين قوي نايت كامل وتكبر وفي منهم خد عشرة وعشرين وفي منهم خمسين وفي منهم ابتدى يأمل مشروعات فعالية زي مشغل ويبتدي شغل وجدين وبيبقوا خايفين وملتزمين وحاجات كتيرة برضو القوافل بتاعتنا دي قوافل شمول مالية فاحنا قابلنا أكتر من 31 ألف عميل في القرى حياة كريمة ودخلناه الجائز المصرفي برضو في خلال الفترة اللي فاتت دا ابتدنا نروح دخل بأبروتش جديد خالص وهو الاستضافة والتعاقدات وثلاثة القلومة المضافة تدرينا برضو مثلا طبقنا في الشرقية مبادرة إحلم مع مصنع من أكبر المصانع المصنعة لمنتجات الألبان المصنع دا استوردلانه ألف بقرة هورشتاين هيل ماضينا مع عقدي سلاسي مشروع نادح جدا 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 نعم والشاب اللي قائم على المشروع فعلا عنده طموح ووعي وعند طموح هنبتدي مع مجموعة برضو من المستثمين في الفيوم في البحيرة نعمل نفس الموضوع دا هيل البنك بيستورد العميد دا البقر يعني مثلا في هيلسي احنا استوردنا له ألف بقرة محسنة وراسين هولشتاين ذات انتاجية عليه مضى تعاقدات ان هو هياخده منتجات بتاعته منتجات الألبان هو عامل أكاديمية بيدرب الناس دا دا نموز الجراء اعتقد ان هو الفترة اللي جاية دي محتاجة الكينات دا تساعد الدولة بالزبط وتكون موجودة على مستوى كل مقابل ويبقى عنده مشروعه والخاص بي